المسمن بالخليع من أرقى و أجمل و ألد أنواع المسمن السلام عليكم أحبائي نتمنى تكونوا بخير و أفضل الأحوال المسمن معمر بالخليع سهل في التحضير نتمنى ان شاء الله يعجبكم و تجربوا و كيف العادة لا تنسوا ملي لايك لكم لكي تحفظوني و كنجيب لكم دائما الجديد نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو و إذا أجبكم الفيديو لا تنسوا ملي لايك كيف العادة كيف قلت لكم و تبارتجوا الفيديو مع الأهل و الأصدقاء لتعم الفائدة و بسم الله و على بركتي الله هنا في 1 بول العجانة نضيف زلاف دقيق الأبيض و نضيف زلافة ثم زلافة قوم بقيت الزلافة 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 نضيف العجين نضيف عجين نضيف زلافة و نضيف ملح فالتحي يجيني طعف الخدمة بعد مرتاح العجينة ندهن كبز زيت ندهن كبيرات صعار على قد المشماشات قريبا ندهن وحيدة وسط وحيدة ندهن صغيرات هذا المسمن بالخليع كي جلديد بزيف ومختلف كي جلديد ايضا في مكناس كل هذه المناطق يتضرب الخليع في المسمن هذا الخليع نحضره في القناة تحضير الخليع وتتعمروا بها كمسمن وتفطروا بها كمع البايد في السباح هنا أحضر خليع انا هنا ندهن كم مائدة لتصبح العجين ديالي. نصرح الكويرة اللي اولا ديالي كيكتشفوا معايا حتى سطح العمل كنحاولو نورقوها مزيان مزيان. كمدة كنصرح كيكتشفوا معايا. وخدت قطع العجينة غادي جيو حتى في قلب وحدة يعني ما غاديش تبعن هذه التقبل اللي تحدث في العجين. وغادي ناخذ هكا بالملعقاش كمية ديال الخليع اللي بغيت انتو ما وبتتكتروا وبتتتقلوا على حسب الضوء. انا ما غادي نحاول ما نكترش بزاف غندير شوية ديال الدهن يعني باش غادي ندهم. وهكا طريفة هكا ديال الخليع. غادي من داك نقطع هكا باش باتتقبش العجين. نحاول هكا نديرهم طريفات صغار. ما نخليه مش كبار. غادي نقطع هذك الخليع كيكتشفوا معايا كله على هذك المسمنة ديالي او اللي على العجين ديالي. وكنحاول في نص الوقت نضيف شوية ديال الدهن ديال ديال الخليع ديالي. انا ما كنديره لا زبدال اكتشي حاجة غرا هذك الخليع كنكتفي به رفي اه مادة دهنية في الشحمة في زيت زيتون. فغادي جينا هو هذك. صافي كنس المسمنة ديالي كيكتشفوا معايا بهذا الشكل. كتكون غير صغير وورا. وغادي نحطها على جانب وغادي نصرح كويرة واحدة اخرى او ثاني ديال العجين بنفس طريقة. غادي نحاول نصرحها مزيان بسطا حتى غادي بان منها سطح العمال كيكتشوفوا معايا. او ما غادي ندير فالخليع غادي ندير غير دهن ديال الخليع نحاول هكا ندهن بالعجين ديالي تقريبا هكا ملعقة كبيرة ونصف. كنصرحها بهذا الشكل هادا وكنوضعه اسمنة ديالي اللولة اللي والجد اللي عمرتها بالخليع. وكنطوع لها لاطراف ديال العجين بهذا الشكل هذا وكنحاول ندهل كل مرة كنطويل عجيب. ساف بهذا الطريق هادي غادي نحط نسمن ديالي ف البلاتو ديالي او الا في اي اينة انتم ما كتحطو في هاكا نسمن ديالكم وغادي ندوذ لمسامنة المسامنة التانية بنفس الطريقة عفوا. كنحاول نحط طريفة هاكا ديال ديال الخليع وفي نفس الوقت كنحط المادة الدهنية يعني آآ هادك آآ التخليك يبقى لنا نحن نقاطره الخليع في الإناء والعطرية والتوابير والمادة الدهنية يمكن أن نقاطره في القرعة نحن نقاطره في القرعة نحن نقاطره في القرعة ننضع أمره في القرعة ونقاطره في القرعة نقاطره بكтора الآن نقاطره فيِ مادة الدهنية فهي يجمعنا نقاطره في العمل نقاطره فيُم من الحرار ronsر السملة الثالثة نقاطره الصون كمية العجلة التي قمت معكم كلها بنفس طريقة تقريباً هذه العجلة التي قمت بها تقريباً 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 لاروب نوعية زلافة لاروب ديال الطحين ديال القمح الفينو وجوز زلاف يعني معامرين شبجوج يعني تقريباً زلافة و نصف ديال الطحين ديال الفورس أعطاني تقريباً ستة ديال المسمنات زوينين كي كتشفوا معي وهما هدو يعني رأي يكلوا فيهم خمسة دلناس ولا ستة دلناس كي يجيزوين بثافهم اختالف هاد المسمنات بالاخليع هير جربوه و هادو هما نسمنا ديالي كي كتشفوا معايا رامجة مكبارين شوية حدرنا واحدة في قلب واحدة كندروا المقلاء ديالنا كتسخون على النار كنخليوها تسخون مزيان و كنصرحوا نسمنا اللولة ديالنا اللي عندرنا هي اللولة و كندروا هكا الطيب على الوجه الأول في ساعة كتتتحمر معنا كنقلبوها على الوجه الثاني كي كتشوفوا معايا كي يجي زوين بثاف و كي يجيزوين بثاف و كتتشوفوا معايا زيانة بثاف و زوينا شوفوا ما شاء الله كيفاش كي يجيزو مسمان ديالي كي يجي محمر و مقار مش بثاف و كي يجيزوين بثاف و طبعا لنسا لي ماتيكلوش لمادا الدهنيا سوف نستمر بنفس الطريقة نضيف المسمنة نضيف المقلد يتحدث بمومات الصغيرة نضيف المختلف نضيف المسمن بالخليع نضيف المزيا وكيجي لديد يعني اه ما غاديش نشكره لكم لانا فعلا كيجي لديد بساف شوفوا ما شاء الله كيفش كيجي خاوي وكيجي يعني الورقة على الورقة وديك المادة الدهنية كتخلي كيجي لديد بساف اتمنى ان شاء الله يعجبكم وتبرتجوا الفيديو مع الاهل والاصديقاء لتعم الفائدة وما تنسونيش من اللايك ديالكم كيف العادة باش هكا الفيديو ديالي وصل لأكبر عدد من المشاهدين وإلى اللقاء مع مزيد من الفيديوهات والوصفات